في المسجد الأقصى طوال شهر رمضان برفقة عائلتهما محمد أبو رياش ونجله عزام لاجئان فلسطينيان يعيشان في كندا ويأتيان كل عام لزيارة بيت المقدس في شهر رمضان الفضيل وطبعا الرباط فيه وإلقاء الدروس الدينية للمسلمين الأجانب الذين تتزايد أعدادهم ويتزايد توافدهم لزيارة المسجد الأقصى كل عام أنا مقيم في كندا في رمضان بحاول أجي كل سنة جيت في 2014 و15 ثم انقطعت بأسباب دراسية ومن ثم الكورونا جاءت وهي أول سنة إلي رجع إحنا هذا المكان هو قبلة العاشقين كما يقال وإحنا هون كل عائلتي جئنا من قطعنا آلاف الأميال وجئنا للمكوت والرباط والاعتكاق المسجد الأقصى شهر كامل إحنا هون شهر كامل منعزز نكتسب إحنا نستمد منكم الصمود ونستمد منكم العزيمة حقيقة إحنا هون بنرجع لأصلنا حقيقة إحنا مش يعني تعلقنا مش تعلق سطحي أو بسيط إحنا تعلقنا تعلق عميق تعلق إيماني تعلق عقدي بهذا المكان المجموعة الموجودة حاليا يعني متنوعة فيه من بريطانيا وفيه من جنوب أفريقيا فيه من أمريكا وفيه من كندا جاين إحنا بنيجي كل سنة تقريبا نرابط في هذا المكان في رمضان الكريم فعندما أخذت الجنسية سنة 2008 مباشرة حملت أولادي جميعه الاثنى عشر إلى هنا إلى القدس وأول ما وطئت أقدامنا أرض الأقصى المبارك هبطنا سجودا شكرا لله عزيزي على أن أنعمنا هذه النعمة الكبرى أن نقبل ثرى الأقصى وثرى فلسطين إذن قد تبدو هذه القصة مثيرة طبعا للكثير منها لكن سنتعرف على تفاصيلها مع أبطالها ينضم إلينا مباشرة إذن من القدس محمد أبو رياش ونجله عزام أبو رياش كلهما معنا أهلا بكم سيد محمد وابنك عزام وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب عيد مبارك سعيد لكم وطبعا للعائلة بأسرها إذن أبدأ معك سيد محمد أبو رياش يعني من مننا يتصور أن عائلة مواظبة على القدوم للقدس الشريف كل سنة من كندا يعني بلد بعيد جدا والقدوم فقط للرباط والدعاء وكذلك إعطاء الدروس من أين أتت هذه الفكرة سيد محمد كما قلت في المقدمة حضرتك أخي الكريم أنا تعلق قلبي بالقدس وبالأقصى منذ وطئة أقدامي لأول مرة وأنا في الثانية عشرة من عمري عام 1976 أتيت إلى هنا إلى القدس وأتيت برفقة والدي رحمه الله وعندما رأيت الأقصى خلع قلبي وسقط فرأيت مهابة وإجلالا فتعلق قلبي منذ ذلك الوقت بقدس وأتيت مرة أخرى ومرة ثالثة أي بين الاحتلال لسيناء ثم يعني عزمت العقد على أن أحصل على الجنسية الكندية فذهبت إلى كندا وقدمت لها وبفضل الله تعالى منحت وحصلت على الجنسية الكندية مباشرة عام 2008 كما في المقدمة حملت أهلي جميعا من تورونتو العاصمة الاقتصادية من كندا إلى القدس الشريف عاصمة فلسطين وأتينا إلى هنا وعرفت أولادي على القدس وعلى ما هو الأفئدة على قبلة العاشقين كما قال ابن الدكتور عزام وأيضا هم ورثوا هذا الحب وهذا العشق للأقصى والقدس فأصبحوا يأتوا ابن الدكتور عزام أتى في أكثر من مرة في 2014 و2015 أما في الأقصى وشارك في إمامة التراويح والقيام والتهجج وإعطاء الدروس أولادي حافظ بسام أيضا ابني دكتور حسين أولادي حسان وعدنان بناتي كلهم أتوا إلى القدس فأتوا أحدانا لينهلوا من منهل هذا العشق الرباني الوجداني الروحي لو تترك لي فقط سيد محمد فصة أن أحدث قليلا دكتور عزام لأنه أريد أن أبارك لك طبعا عزام العيد لكن حسب مصادري يجب علي أن أبارك لك كذلك أمر آخر وهو أنك يبدو أنك تقدمت لخطبة شابة في القدس قبل يومين هل هذا صحيح أعزام؟ صحيح أحسنت بكم والله يبارك فيكم نعم عقدت خيراني في المسجد الأقصى المبارك عشية ليلة السابع والعشرين من رمضان ووفقنا الله عز وجل أن تقترن عامل بركة الزمان وبركة المكان وبركة الإنسان حيث أن المجلس كان مجلسا إيمانيا مليء بالأولياء كبير أئمة المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة والدكتور عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس كانوا في هذه الحضرة وكان مجلسا مهيبا الحمد لله دكتور عزام لو أسأل الحقيقة الشاب الكندي عزام ومشاء الله عليك دكتور وطبعا لديك حياة ربما مريحة في كندا ما دلالة الذهاب إلى القدس الارتباط به وأنت شاب كندي ربما تتمتع ببعض التسهيلات بجواز سفر الذي تحمله وكان بإمكانك ربما أن تقضي رمضان في المكان الذي تريد لماذا القدس بالذات؟ لماذا عقد القران في هذا المكان بالضبط؟ أخي الكريم أولا اسمح لي أن أنقل أطيب التحيات وأجمل التبركات للعالم الإسلامي والأمة جميعا ولمحبي الحرية والسلام في كل العالم من هذه الرحابة الطاهرة ومن كنف الأقصى الشريف لماذا القدس؟ القدس هي عنوان كل قضية عادلة في العالم القدس هي قضية الأحرار القدس هي رمز صمود الأمة القدس والمقدسيين هم من يحملوا كرامة هذه الأمة وعزتها خاصة أكثر من ملياري مسلم أهل القدس هم من يحملوا هذه الراية وهم خط الدفاع الأول عن مقدسات المسلمين في المسجد الأقصى المبارك علاقتي في القدس علاقة عشق حقيقة بدأت منذ أن أتى بنا الوالد جزاء الله خيرا في 2008 إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك وتعرفنا عيانا عن تاريخنا في المسجد الأقصى المبارك فعرفت أن من سلالتنا من عمر المسجد الأقصى المبارك من أقاربنا منهم من زرع جميع الأشجار في المسجد الأقصى المبارك والمدير السابق الشيخ حسن براغيثي من أقربائنا أيضا فتعلق قلبي ليس فقط شعوريا إنما من ناحية عملية وفعلية فبنيت هذه العلاقة وفقني الله عز وجل أن تكمن هذه العلاقة في هذه الرحابة هي بوابة السماء أخي الفاضل لست بدعا من الرجال سيد محمد أبو رياش قد يعتقد البعض وهم يرون شبابا في عمر أبنائكم وبناتكم وهم قد حصلوا ربما على فرصة للعيش خارجة وبعيدا عن فلسطين بعيدا عن الموطن الأم والاستمتاع ربما بحياة أسهل في ظروف ربما مستقرة بشكل أكبر ومع فرص أكبر ما الذي يعني ربما عائلتك نموذج على أن هناك جيل ربما من الفلسطينيين لا تغرهم الحياة بعيدا عن فلسطين وأن فلسطين في قلوبهم كيف تمكنت من تحقيق هذه المعادلة الصعبة مع هذا الجيل الذي يمثله أبنائك أخي الكريم كما قلت لك يعني ورث أبنائي وأبلادي وبناتي هذا العشق وهذا الحكمة تفضل ابني الدكتور عزام فعندما يسيطر العشق في قلبك وفي وجدانك يعني إن المحبة لمن يحب مطيعه فهذا العشق الجميل هو الذي يدفعهم للذهاب وقطع آلاف الأميال من كندا ومن شتى بقاع الأرض إلى القدس ليقضوا فيه ويرابطوا فيه لأن الرباط فيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته ميمونة أفتنى في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله أي بمعنى ادعموا صمودة ورباطة وثبات أهلنا وأحبتنا في القدس وحقيقة كما قال الدكتور عزام أنا في هذا الشهر المبارك رأيت العجب العجاب من الفتية المؤمنين فتية القدس أبطال القدس حقيقة يعني هبوا لنصرة الأقصى وهبوا للدفاع عن ذود وحياض الأقصى المبارك بصدورهم العارية بأيديهم بكل ما لا يملكون سوى الصدور العارية والسواعد الفتية أتوا وححموا الأقصى وفعلا أرغموا إرغاما على أن يحترم تحترم كلمتهم وتحترم إرادتهم ويحترم فعلهم المبارك فعلهم فعل العزة وفعل الكرامة إحنا أخي الكريم هذا عشق لنا القدس ما هو كل أفئلة المسلمين كيف لا وقد قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكما نعلم أستاذ الكريم أن أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام وثاني مسجد هو المسجد الأقصى وبينهما أربعين عاما كما في الحديث الشريف وأن من بناه هو نفس من بنى الكعبة هو من بنى المسجد الأقصى وهو آدم عليه السلام سيد محمد أبو نياش أريد أن أسألك كذلك كأب وأنت ترى أبنائك في باحات الأقصى في هذا الظرف العسير الذي مر منه الأقصى وكذلك المقدسيون خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان اعتداءات من طرف شرطة الاحتلال ألم تشعر بشيء من الخوف على سلامة أبنائك وهم في هذه البقعة المتوترة جدا والله يا أخي الكريم أول شيء نحن كلنا فداء للأقصى بأرواحنا بمهجنا بالغالي وبالنفس والمسلم أخي الكريم والمؤمن كما قال الرسول عليه السلام إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة والشهادة شيء جميل ويتخذ منكم شهداء ويصطفي منكم شهداء الشهادة شيء جميل يعني شيء نسعى له حقيقة أولادي أيضا يعني لماذا يهابون الخوف قد نزع من صدورهم ونزع كما الذي ألهب وحماسهم هم الفتي المقدسيون الذي ترى الطفل المقدسي أنا اليوم حقيقة وأنا آتي إلى بوابة الأقصى بوابة إحدى البوابات أجد طفلا يحمل مسدسة أبلاستيك تخيل ويصوب به على شرطة الهدل آل اللي على الباب ويعني بكل جرأة وسبحانك يعني إذا الأطفال الصغار لا يهابون يلعبون والله يا أخي أنه وأنت تسير في شوارع القدس القديمة الجميلة تشعر بالعزة والكرامة كيف لا وكل محل وكل معرض يعني أمام سلطات الاحتلال ينشد النشيد الحماسي والعزة والكرامة وبدون خوف وبدون وجل والمسمعات تصدح بالأناشيد وتصدح بالأغاني الإسلامية وتصدح بالموشحات وتصدح بالمدائح وتصدح بالقرآن الكريم فهذا شيء حقيقة يشارك بأنك أمام جيل وأمام ناس استثنائيين أخي الكريم نعم سؤالي للدكتور عزام يعني ما كان شعورك وقد أتيحت لك فرصة الصلاة بالناس بعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى وأنت الشاب الكندي الذي أتى فقط تعلقا بالقدس فيرى نفسه ويصلي بالناس في المسجد الأقصى كيف كان شعورك أولا يعني أنا أقدم جزيل الشكر أن كنت ضيفا على أئمة الأقصى ومشايخ الأقصى وخطبائها في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والحمد لله هذه ليست المرة الأولى أن كنت ضيفا وأن حللت ضيفا عليهم هي المرة الثالثة الشعور هو شعور جميل جدا أنني مع إخوتي أنني مع أولياء من أولياء إلا هم أئمة المسلمين في فلسطين وفي المسجد الأقصى المبارك أجواء الإمامة في رمضان في المسجد الأقصى المبارك أجواء خاصة جدا حفيثة جميلة لها رونق خاص خاصة عند المحراب نراجع السور معا نشارك الخواطر وغيرها تجربة حقيقة فريدة الحمد لله أن أتيحت هذه الفرصة ونسأل الله عز وجل أن تكون فرصة للمستقبل لكي تتعمق أكثر وهي حقيقة رسالة أن هناك إنسان كندي أو من الخارج يشارك أئمة المسجد الأقصى المبارك في صلاتهم وفي برامجهم الرمضانية والرسالة أن العالم الإسلامي وأن المسلمين حتى في الغرب وفي المهجر هم جاليات معطاءة وهم جاليات ما زالت ما زالت متصلة وأصيلة في جذورها ووصولها التاريخي في فلسطين وأيضا حبها وعشقها للمسجد الأقصى المبارك والحمد لله نحن جزء لا يتجزأ المسجد الأقصى المبارك ومحاول من قدس ثري جدا بالجاليات الخارجية أو الغير عربية التي جاءت نصرة المسجد الأقصى المبارك عندك الزاوية الهندية والزاوية الأفغانية في قلب المسجد الأقصى المبارك على خارج بابي هناك ضريح مولانا المجاهد محمد علي الهندي هذا إنسان هندي لأنه تبنى قضية المسجد الأقصى المبارك وفلسطين توفي بلندن ودفن على خارج المسجد دكتور عزام عندما تعود إلى كندا طبعا لديك أصدقاء كنديين ما القصص التي تحكي لهم عن القدس عن ما أنضيته ورأيته خلال زياراتك للمسجد الأقصى أكيد أن هذا الأمر بالنسبة لهم ربما يثير فضولهم ما هي القصص ما هي الأسئلة التي تطرح عليك مثلا في كندا بخصوص القدس والمسجد الأقصى يعني المهمة التي أتيت بها هنا هي ليست تشريف بل هي تكليف عندما نذهب إلى كندا وأمريكا وغيرها نحن ننشر الوعي بين الجاليات المسلمة وبين المساجد والمراكز والمدارس عن أهمية المسجد الأقصى المبارك عن المخاطر التي تهدد عن أوضاع المقدسيين عن الحالات الإنسانية الناس متشوقة ومتلاهبة حقيقة لكي تعرف أكثر ولكي تتعمق أكثر ولكي يزداد تواصلها مع الواقع الذي يعيشه المقدسيين والذي يعيشه المسجد الأقصى المبارك فنحن عندما نرجع وعندما نجول الأرض نحن بصدد مسئولية عظيمة والناس متشوقون لسماع الأخبار مباشرة من الذين عاينوها نعم شكرا لك أو شكرا لكم جزيلا سيد محمد أبو رياش ونجله دكتور عزام أبو رياش على هذه المداخلة خلال يوم أو أول أيام عيد الفتر أشكركم جزيلا على هذه المشاركة كنتم معنا مباشرة من القدس الشريف شكرا لكم جزيلا على المشاركة شكرا لكم جزيلا على المشاركة